التعليم يلفظ أنفاسه الأخيرة في مناطق السيطرة الحوثيين الذين يرونه عدوهم الأول ويعملون على تقويضه من جميع أركانه في المدارس الحكومية والخاصة وحولت ميليشيا الحوثي الإرهابية مؤسسات التعليم التربوية إلى صناديق جيبايات بمسمى المبادرات الاجتماعية والنشاط الطلابي لتمويل فعالياتها الطائفية التي تستهدف مسخ العقول وتجهيل الأجيال ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط فقد عجز أولياء أمور طلبة عن دفع رسوم النصف الأول من العام الدراسي الجديد في المدارس الأهلية وتحت ضغط المشرفين الحوثيين الذين فرضتهم الميليشيات عنوة على الإدارات المدرسية في مؤسسات التعليم الأهلي تم حرمان مئات الطلاب من دخول الامتحانات النصفية بين أولياء الأمور تجار مرموقون في القطاع الخاص يعيشون على وشك الإفلاس بسبب جيبايات الحوثيين وحرب الاستنزاف الاقتصادي التي تستهدف تدمير العمل التجاري الحر وإفقار جميع المواطنين وكان التعليم الأهلي يعمل بنظام تقصيط الرسوم الدراسية لكن مع تدخلات الحوثيين السافرة في تسيير النظم الإدارية في التعليم التجاري تم تضييق الخناق على الطلبة وأولياء أمورهم ومثل التعليم الأهلي بديلا اضطراريا عن المدارس الحكومية التي باتت محاضن إرهاب طائفي وتعمل يوميا بنصف الدوام الدراسي جراء شحة المعلمين وانقطاع مرتباتهم لكن المدارس الأهلية في طريقها حاليا للحاق بأنقاض التعليم العام على أطلال بلد تجره الميليشيا من تلابيبه إلى مجاهل الأمية المتعمدة